10 ألاف منزل تاريخي هنا في صنعاء القديمة مهددة بالانهيار جراء الأمطار الغزيرة والسيول المستمرة منذ أسبوعين وسط عجز السلطات في صنعاء عن المواجهة نتيجة حرب التحالف وحصار ودعوات إلى تحرك دولي لإنقاذ عاصمة من أقدم مدن العالم من التلاشي من تحت ركام هذا المنزل المنهار تم انتشال محمد عائلته من النساء والأطفال هذا المنزل تهدم من جراء سقوط أحد أسوار صنعاء القديمة التاريخية عليه نتيجة الأمطار الغزيرة على صنعاء الأهالي يستنجدون لإنقاذهم فمنازلهم معرضة للسقوط في أي لحظة بسبب قدمها أم محمد هي الأخرى تشكن هيار سقف منزلها غرفة بعد أخرى نتيجة الأمطار وهناك ثمانية عشر فردا يسكنون هذا المنزل في صنعاء القديمة معظمهم أطفال وتخاف من سقوط المنزل فوق رؤوسهم هذه المدينة التاريخية التي تضم آلاف المنازل لم تحظى بصيانة دورية أما الحرب السعودية وقصفها على مدينة صنعاء فأديا إلى خلخلة المباني كونها مبنية من الطين ناهيك عن العوامل المناخية الأخرى نناشد الجهات المعنية بسرعة تدخل العاجل لمعالجة الأضرار الموجودة في مختلف المحافظات والمدينة التاريخية ليس فقط الصنعاء القديمة ولكن مثلا حباب طويلة كثير من المعالم زبيد كثير شباب حضر موت سرعة تدخل العاجل وتفعيل جميع القنوات الاتصالات مع الجهات المعنية التمويل العاجل هو المطلوب اليوم لإنقاذ عشرات آلاف الأسر اليمنية التي تسكن المدينة التاريخية أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر